السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الخامس الخاص بالإندكتر وننتقل اليوم إن شاء الله مع الجزء الثاني الخاص بالإندكتر وهو إيجاد العلاقة بين التيار الكهربائي وبين الجود في الإندكتر وذلك بعد أن تعرفنا على العلاقة بين الجود والتيار أولا اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على العلاقة بين التيار وبين الجود داخل الإندكتر إذن عرفنا سابقا العلاقة بين الجود والتيار هي أن قيمة الجود في الإندكتر تساوي هي قيمة الإندكتنس فارب اشتقاق التيار الكهربائي إذن التكامل يعطيني إذن مباشرة قيمة التيار الكهربائي إذن نقوم إذن هنا بالإنتيجريشن فتكون قيمة التيار الكهربائي بين زمنين T0 وT هي مقلوب الإندكتنس تكامل الجود مع قيمة للتيار الكهربائي في الزمن T0 في غالب الأحيان هذه T0 نأخذها سفر وكذلك قيمة التيار الكهربائي في الزمن سفر نأخذها كذلك سفر إمبير فتكون إذن قيمة التيار الكهربائي داخل الإندكتر على هذا الشكل نطبق حتى نفهم هذا القانون جيدا هنا عندي مصدر جود هذه قيمة سفر في الزمن أقل من سفر قيمة الجود في الزمن أكبر من سفر هذه قيمة الآن قيمة الإندكتنس مطلوب مني استخراج قيمة التيار الكهربائي إذا علمنا قيمة الجود وقيمة الآل داخل هذا السيركوت مع العلم أن أخذنا قيمة التيار الكهربائي تساوي سفر في هذا الزمن لتبسيط المعادلة إذن هنا مباشرة سوف نقوم بتطبيق القانون وهو أن قيمة التيار الكهربائي تساوي واحد على أل وهي سفر واحد أوري تكامل بين زمنين مطلوب مني هنا بين الزمن سفر وتي في المطلق هذا الزمن في المطلق تكامل ماذا لقيمة الجود داخل الإندكتر مع هذه القيمة التي تحدثنا عليها وهي قيمة التيار في الزمن سفر تساوي سفر للتبسيط أخذناها زيرو فيكون هنا تكامل لقيمة الجود ولنتحصل بعدها على قيمة التيار الكهربائي داخل هذه الدارة إذن نلاحظ بعدما قمنا برسم الجود وهو معطى هذه رسمة التيار الكهربائي التي استخرجناها من القانون هنا إذن نلاحظ ملاحظة مهمة أنه التيار الكهربائي كلما زدنا في الزمن إلا وكانت قيمة التيار الكهربائي ثابتة 2 إمبير ما مكان ارتفاع الزمن ترجمة نانسي قنقر